اهلا بكم في موجز لأهم واخر الأخبار بحث رئيس المجلس الانتقالي الجنوبية اللواء عدروس الزبيدي مع السفير الامريكي لدى اليمن سيفن فاغن المستجدات السياسية ذات الصلة بجهود احلى للسلام كما ناقش اللقاء الاوضاع في قطاع غزة حيث اكد الزبيدي على دعم السلطة الفلسطينية ومبادرة حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية ودعم جهود الاستقرار والسلام في المنطقة من خلال ما تضمنه الاتفاق الابراهيمي ورفض وادالة اي استهداف للمدنيين من قبل جميع الاطراف كشف قيادي حوثي بارز عبر حسابه في منصة اكس تفاصيل لقاء جمعه مع قيادات بارزة في حزب التجمع اليمني للإصلاح في صنعه ومع تزايد عودة اعداد من القيادات الحزبية لدى الإصلاح إلى صنعه خلال السنوات الاخيرة تتصاعد التحذيرات المحلية من عمليات تقارب تجري بين الطرفين ويرى مراقبون ان ما يجري في صنعه يؤكد ما سبق طرحه حول التنصيق الخفي بين الحوثيين والاخوان المسلمين لقيا قيادي في صفوف ميليشيات الحوثي مصرعه في ظروف غامضة عقب ساعات من عرض عسكري اقامته الميليشيات في مدرية السوادية بمحافظة البيضاء وذكرت مصادر محلية بان القيادي الحوثي المدعو هادي غانم القصمة لقي مصرعه في كمين غامضة في مدرية السوادية وتشهد صفوف ميليشيات الحوثي صراعا خفيا على خلفية تقاسم النفوذ والثروة بين اجنحة صنعه والقادمة من صعدة والجوف اقام المجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة شبو حفلا خطابيا وفنيا بمناسبة الذكرى الستين لثورة الرابع عشر من اكتوبر بحضور حاشد يتقدمهم عدد من القيادات السياسية والعسكرية والامنية واكد الحفل على اهمية مواصلة النضال لتحقيق هدف شعب الجنوب في الحرية واشار الى وقوف المجلس الانتقالي الى جانب السلطة المحلية بالمحافظة بقيادة المحافظة الشيخ عوض بن الوزير والقوات المسلحة الجنوبية وعلى رأسها قوات دفاع شبوه اطلع محافظ حضر موت مبخوت بن باضي على اوضاع مدرية حجر والاحتياجات الضرورية للمواطنين فيها وناقش المحافظة التحضيرات لوضع حجر الاساس للتدخلات الهولندية عبر منظمة الفاو لتنمية قطاع الزراعة في مدرية حجر الى جانب التدخلات الممولة من المانيا في قطاعات الصحة والزراعة والتربية والمياه والسدود التحويلية هذه الموجز للقاء